يفيد آخر تقرير خاص بالملاريا في العالم صدر عن المنظمة بأنه لم تحقق أي مكاسب كبيرة في مجال تقليل حالات الإصابة بالمرض في السنوات الأخيرة تصيب الملاريا سنويا أكثر من أربعمائة ألف شخص حول العالم وهناك اليوم مئتا مليون حالة إصابة حول العالم فيما يوجد تسعون بالمئة من المصابين بالملاريا في قارة أفريقيا تنتشر الملاريا في عشرة بلدان أفريقية وعلى مستوى العالم يموت طفل كل دقيقتين بسبب مرض الملاريا 70% هي نسبة وفيات الملاريا من الأطفال للأسف الشديد وأخيرا تسعى المنظمة إلى تقليل حالات الإصابة بنسبة 40% بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2015 وتنتقل الملاريا عن طريق لدغات البعود وتتشابه أعراض هذا المرض مع أعراض الأنفلونزا وتشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق والقشعريرة وألام في العضلات والصداع أيضا وغالبا ما تظهر هذه الأعراض بعد عشرة إلى 15 يوما من اللدغة وانتشر هذا المرض في المناطق الاستوائية في العالم كأفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية فضلا عن مناطق أخرى في الشرق الأوسط وشرق الأقصى أيضا تعتبر الملاريا التي تسببها الطفيلات المنجلية هي الأكثر خطورة ويمكن أن تؤدي إلى مشكلات في التنقفس فشل الكبد والغيبوبة وحتى في بعض الأحيان طبعا إلى الموت